اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أن يكونوا طرفا في الحوار بين أبناء الشعب الليبي وأن تكون هذه الجماعات ندا وخصما سياسيا لمجلس النواب المحترف به ليبيا قبل دوليا زيارة كوبلر أتت كمقالة للتباحث حول الاتفاق السياسي وبحث ما وصل إليه مجلس النواب من مقترحات حول ذلك المبعوث الأممي كوبلر كان ولازال وسيظل فاشلا كونه مبعوث غير محايد ومؤيد لطرف دون الآخر ومسايند لاتفاق السياسي رفضه الشعب الليبي منذ البداية أولا سابق هذه الزيارة هو التواصل مع الشرق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب والإصغاء والاستماع إليهم والاستماع إلى آرائهم بشأن الجمود السياسي الحاصل الآن وكيفية الخروج بهذا الجمود الأمم المتحدة التي عجزت عن إيجاد حل للأزمة الليبية أعادت فرض نفسها على المشهد لكن بصيغة شديدة فاشلة فالمجلس الرئاسي وقع في السابع عشر من ديسمبر الفين والخامس عشر تحت رعايتها والذي يعد منتهي الصلاحية حيث فاشل مرتين وحتى الآن في تقديم تشكلته لمجلس النواب فكوبلر والمجلس الرئاسي المرفوض من قبل مجلس النواب يحاولون فرض أنفسهم على واقع لم يهتموا به بل ويقبلون حلولا تتماشى مع أهوائهم ضاربين بعرض الحائط كل المقترحات الأخرى اشتركوا في القناة